هناك رواية أيضا منقول عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ينقلها عن أبيه الصادق وكان الصادق عليه السلام إذا قدم إليه الطعام يقول بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله هذا حين يقدم إليه الطعام غير الروايات التي مرت وحدثتنا عما يقوله بعد انتهاء الطعام وكان الصادق عليه السلام إذا قدم إليه الطعام يقول بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله هذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله اللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمن ومؤمنة وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأجسادنا وأموالنا الرواية موجودة في البحار في نوادر الراوندي وفي مستدرك الوسائل لشيخنا المحدث النوري رحمة الله عليه اشتركوا في القناة